اشتركوا في القناة شكرا حسن الاستقبال وكرم الضيافة تشرحت اليوم بلقاء فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية ونقلت لفخامته تحيات مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله لقادة وشعب الجزائر كما تشرفت بنقل رسالة شفوية لفخامته من أخي سيدي خادم الحرمين الشريفين تتعلق بالعلاقة الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين واستعرضت مع فخامته التميز والتطور الحاصل في العلاقات الثنائية بين المملكة والجزائر على مختلف المستويات والتي عبرت عنها بوضوح زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد يحفظ الله إلى الجزائر في 2018 وتلبية فخامة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة للسعود يحفظ الله لزيارة المملكة في 28 فبراير 2020 كما أعربت لفخامته حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استمرار التنسيق والتشارف فيما يقص القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين والتي من أبرزها تعزيز العمل العربي المشترك وتنسيق الموافق فيما يقص منظمة الوبيك ودعم تشجيع التبادل التجاري بين البلدين والذي تطور بشكل لافت خلال سنة الأخيرة اللي يصل في عام 2020 إلى ما يزيد عن نصف مليار دولار